لا تتزوجي بس لحتى تلبس الفستان الأبيض و لا تتزوجي بس لحتى تهربي من قصاة والتعامل بيت أهلك حدم بيت أهلك والدك والدتك والأخوتك معاك لا تتزوجي أبدا شخص بس لأنك حبتي موسيقى ها هي باللشأة مرحبا و أهلا وسهلا فيكم مرحبا وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديج على قناة و اكتداة الولادة مرحبا يا جماعة كيفكم و أهلا وسهلا فيكم يجي جديد على قناتي زادة مرحبا مرحبا حبينا نصور لكم الفيديو نحكي بالموضوع و احنا طالعين انا طالع عاصق بيتي برياءة حيث غبيتي ما شاء الله من جلس 13 سنة مرحبا قبل ما نبدأ هذا الفيديو و نحكي في الموضوع ما تنسو تعمل لايك و شئ سبسكرايب بالقناة قناتي زادة و قناة أختي فكتوم و ما تنسونا تحت تشاركونا بالتعليقات شو رأيكم بالموضوع اللي رح نحكي فيه هلا و هو مواصفات شديد الحياة مرحبا مرحبا كيفك برياءة طبعا صاحبتي ميك أب أرتست أروع ميك أب أرتست في الأردن هي لمكيجتني وقت تخرجي يا جبخي و مشيازها بجنن ما شاء الله و فنانة المهم يا جماعة نبدأ بالفيديو بسم الله كيف بدنا إحنا نختار شريك الحياة و على أي أساس نختار شريك حياتنا يعني كثير فيه بنات صريحة بسألوا هذا السؤال و شباب كمان كيف أنا ممكن أختار البنات المناسب إلي أو كيف أنا ممكن أختار الشب اللي أكمل معاه حياتي أول شي يا جماعة بدنا الراعي إنه يكون فيه قبول مبدئي بين الطرفين هلأ فيه شغلات بين الطرفين مفوض بسيعدوا مع بعض يشوفوا قديش مدى وجودها و التوافقها أول إشي التوافق الثقاب التوافق الاجتماعي التوافق القلبي أو الروحي والنفسي فعيش شغلات كتير مهمة تخيلي مثلا أنت تتزوجي بشاب أو تتزوج أنت ببنت ما يكون فيه توافق بالأفكار بينكم تخيلوا قديش رح تنشأ نزاعات ما بينكم بالبيت تخيلوا أنه تجيبوا أطفال و تظل هاي نزاعات موجودة رح يخلق جوا من التوتر و الضغط النفسي بالبيت ما رح ترتاحوا مع بعض و بالآخر رح يؤدي للطلاق رسول السلم حكى بحديثين عن اختيار الزوجة و اختيار الزوج أول إشي رسول السلم سيحكي إنه فضفر بذات الدين بعد عدة مواصفات و حكى عن الشاب من جاءك من ترضون دينه و خلقه فزوجون صح؟ طيب هل الدين والخلق معيار القبول فقط؟ أكيد لا الدين والخلق معيار المرور اللي نحكي اللي هو إنك تيجي على البيت تقبل بأنه هذا الشاب يتقدم لك تقبل يتعدي معه لكن مش شرط يكون معيار القبول يعني ممكن يكون دينه و خلقه أو دينه و خلقه بجننه بس راحة نفسية مرتحت معه أو أنا مرتحت معها أو مثلا ما في توافق أفكار يعني في كتير شغلات غير الدين و الخلق فحبايت أوضح هاي النقطة إنه الدين و الخلق من ضمن الأمور ولكن مش شرط إنه أنا أقبل في هذا الشاب لإنه دينه و خلقه بس مناح فحبايت أوضح هاي النقطة ولكن هو من ضمن الأسباب يعني هو صراحة بيكون أول سبب بعدين الواحد اللي هو بتضبط معيار المرورة المجيء للبيت إنه أنا أفكر في هاي البنت الوقت بالخطمة كتير مهم يعني مش شهر و شهرين و ثلاثة و أربعة وباس طبعاً أنا بالنسبة لإلي آه يعني قبل ما أحكي لكم العيوب إنه أنا بالنسبة لإلي كمان إنه فترة التعارف مفروض إنه تكون فترة كافية إنه يعرفوا بعض النيح يعرفوا مواصفات بعض عيوب بعض في بعض الشخصيات يا جماعة عندها عيوب لازم أنت تدرسي الموضوع مني إذا وجدت هاي العيوب في الشخص شريك حياتك أو وجدت في شركة حياتك قبل ما يصير في زواج لازم أنت تنظر هل أنت بتقدر تتعايج معها ولا لا أول عيوب يا جماعة هو المستبد المتعالي ما هي المستبد المتعالي؟ طبعاً أنا بحكي عن رجل أو أنف هو الشخص اللي ما برحم أهله كيف ممكن أتعرف على هاي الصفافي؟ بتبين بفترة الخطوبة إذا هو كيف تتعامل مع أهله ما برحم أهله بتعامل معهم بشخصية كثير بشعاب ما في رحم في قلبه قاسي على أهله ما بيشارك غيره في اتخاذ القرار هو بدي يكون فقط متخذ للقرار ما بيأخذ وما بيعطي الثالث شغلة أنه ما بيعترف بثقافة الاعتذار ما عنده أنا دائما الصحف وإذا غلط مش مستعد أن يعترف بغلط الثاني صفة يا جماعة الشخص الأناني اللي بيسعى دائماً فقط ليسعد نفسه وحتى لو كان اسعاد نفسه على حساب إتعاص غيره العيب الثالث يا جماعة الشخص السلبي الناقم ما يعني؟ هذا الشخص حياته مريقة بيشوف كل شيء سلبي في حياته ما عنده إشي إيجابي دائماً سلبي بيعطي قطقة سلبية مستحيل أنه يقدر أو يشوف مجهودك أو إيجابية أنت بتقدمها أو حتى إحسانك ما تتزوجي بس لحتى تهرب من قساة والتعامل بيت أهلك لحضن الرجل أنت ما بتعرفي شو صفاته ما درستي منيح ما في توافق بينهم يعني إذا ما كان مناسب إليك بس أنت عشان تهرب من بيت أهلك أنت بس أخدتي حب لوحده لا يكفي أحياناً ما تتزوجي أبداً شخص بس لأنك حبتي شخص ما في توافق بينهم في كتير مشاكل بس لأنك أنت بتحبي خلص بديك تتزوجي وقابلة بكل عيوبك وقابلة أنه أنت تعيشي تحت ضغط أو لا سمح الله كان إنسان سيء بس لأنك مجرد مشاعر جواتك وتحبي بديك تتزوجي لحتى تعرف معدن الشخص الأمامك أو لحتى تعرف معدن البنت اللي أمامك لازم تتطوش أكيد رح يصير في طوش أكيد حت تتطوش ليس طوش إلا يصير فيه اختلاف أحياناً بالأراء فهنا بتصير إنه تطلع المعدن الأساسي للشخص عند العصبية وعند الانفعال تطلع معدنه الداخلي بتشوف كيف رح يتعامل معك بتشوف كيف رح يكون تعامل معك شو رح يحكيلك كيف تعاملك معوك بعدن بصير فيه تجرد بالضبط كل ما مرأ وقت عليكم وأنتو خطبين بصير فيه تجرد أكيد فبتطلع الردة الفعلية الحقيقية على طول ما تتزوج الشخص أو ما تتزوج إنسانة يحرمك أو يحرمك من طموحاتك وأحلامك بالعكس اتزوجوا الإنسان اللي يدعمكم بطموحاتكم وأحلامكم صحيح حرام عليك حرام عليك إنه تاخد إنسانة ما شاء الله عندها طموحات وأحلام وبادئة بشغل معين أو بزنس و إنسانة من الحدود إحنا منحكي وتتمس الهياء وتروح تاخدها وتتمسها تماماً وتتمس شخصيتها وتسلب منها طموحاتها وأحلامها بس تخليها للبيت بدك هذا الحكي من البداية حكي لها إذا هي رضيط فيه على الراس وع العين وإذا هي ما بدها هيك حرام تفلمها بعد الخطبة وكتب الكتاب والزواج إنه أنت بدك تعمل فيها هيك اختار الشخص اللي يبر خاطرك اللي يبر قلبك اللي يدعمك اللي يحبك اللي يحن عليك الشخص اللي يحن عليك من جوا اللي يتمنا لك الخير زي ما بتمنا لإله ولأهله وأكتر مش الشخص اللي بيغار منك مش الشخص اللي بيطمس أحلامك في قصة كتير حلوة حب أحكي لكم ياها لأحد ملوك بريطانيا الأمير إدوارد السامن تخيلوا إنه صار عمره 43 سنة وما تزوج ومع ذلك كان من أكثر الملوك أو الأمراء أقل حكما يعني حكم بريطانيا أقل فترات حكم من الملوك الآخرين الملك إدوارد السامن حبايبي لما أمسأل عن سبب عدم زواجه في هذه الفترة كان صار يحكي إنه كل البنات حوالي جميلات نساء كلهم بيحبوني ولكنهم بيحبوني لإني أمير لمكانتي ما بيحبوني لإني رجل لشخصي ولنفسي شخصيتي يعني يوم من الأيام التقى بإنسانة اسمها ولس كانت هاي الإنسانة مطلقة تمام وكانت كتير تحضر معهم يعني بالعشوات الملكية يعني بمناسبات كتير كان يشوفها ويلتقي فيها لكنها عمرها ما أشعرته إنه هو أمير وإش كتير وإنه تعمل زي نساء الأخريات بالعكس كان عندها عزة نفس لا توصف كانت لما يكون موجود الأمير عاد يتعامله زيه زي أي حدا التفت لإلها حس فيها إش غريب إش جديد وقع في حبها لما أجا بده يتزوجها قالوا له أنه أنه في قانون ببريطانيا يمنع زواج العائلة المالكة من المطلقات من أفراد العامة من المطلقات حلو والله أبدعوا هاي العالس صراحة شوفوا كيف أنه رجعوا وراء إحساسهم وقلبهم بالضبط ففي النهاية تزوج من واليس لأنه شعر معها برجولته أحبته ومش لأنه أمير أو ملك تنازل عن الحكم ولكنه عاش حياة بتجنن معها خلص هو اختار أنه يكون ملك في بيته مع زوجته ولا أنه يكون ملك على شعبه فاختار راحته النفسية اختار الإنسان التي تفهمه وتحب له شخصه نفسه طبعا الزمن يعيد نفسه مع الأمير هاري وميغان نفس الشي كانت مطلقة وتزوجها لأنه أحب بالآخر يا جماعة أنه هو ترك العائلة المالكة تماما لأجلها بأحكي شغلة كتير مهمة يا جماعة أن المظاهر خداعة مش دائما المظهر كل شيء يعني ممكن تشوف أنت بنت جميلة وشاب جميل جدا ولكن عقله فارغ تماما أو عقلها فارغ يعني لما بدك تختار شركة حياتك أو اختيارك لشريك حياتك انظروا مش بس للشكل الخارجي والجمال الخارجي شوفوا الجمال الداخلي العقلي المخزون الفكري عندهم كيف بيفكروا كيف بتعاملوا بالمواقف في كتير أمور وصفات أخرى المسئولية شوفوا مسئوليتهم في صفات عيوب بالإنسان ما بقدر الشخص انه يتعامل معها أو يسيطر عليها في طباع معينة ما بتتغيج وصراحة ما بينعاش معها فإنتوا حاولوا قدر الإمكان انه تكونوا مليمين ودارسين منيح شريك حياتكم قبل ما توقعوا بتجربة الزواج اللي ممكن لا سمح الله انه تؤدي للانفصال بسبب هاي الأمور طبعاً احنا هلا بالمصعد طانعين على الموال الفوق صحي بريقة هاي وقفة وجههم وجهك الحلو صيفتهم بطهم سماعاتوا انسوا تشكلوا دوسو شوفوا لي هاي البلوزة معكم صيفو احنا شوء غريب شوء غريب طبعاً مازلما المحلات الملابس شوء هاي وملاقها دخلت فطول شلتake ساعتين بالمحل احنا البنات هايك احنا طبيعين انتي مش طبيعية يا الله موت في الطوائي انا يوم مشورنا بالسيارة بجنن قضيناها بالسيارة اصلا طيب تموت قاعدة طبعا انسوا يا جماعة قاعدين مندعي كل اداية الدنيا انه ما تقطعنا السيارة و احنا بالطريق هلا طريقنا لمحطة بنزيني اللي يستر براء طبعا خطبة القرآن خطبة الاذاية انا باستمتع في الجمال الشاعري انا باستمتع انتي سوقي انتي انتي سوقي احنا ونستمتع يا رب الله يزر الله خايف مشكلة انه اذا وقفت هنا السيارة احنا اللي راح نذهب نحن على الجسار يعني بان بده انت بزار فيها طبعا اخافي على صحبيتك على نفسيتي وش على حالك اعني نفسيتك حطيب بعد ايام الحياة بدويكة طاز هكا اخذناكم معنا لف سريع على المول وحكينا عن مواصفات شريك الحياة اليوم اه وحكينا نذهب بالطريق لا نذهب بالطريق لا نذهب بالطريق المهم يا جماعة اذا عجبكم الفيديو وعجبكم موضوع اليوم لا تنسوا تعملوا لايك وششنا سبسكرايب القناة ما اسم قناتي مرياءة زادة الحمد الله عائلها معها لا تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة فطوم تمان فطوم دبابنو وقناتي زادة لا تنسوا من تعليقاتكم الحلوة تحت وما تنصدفونا على مواقع تواصل اجتماعي الوابط تحت في صندوق المصف ونحبكم كتير مع السلامة اشتركوا في القناة